مناطقهم لا تزال مدمرة منذ انتهاء الحرب على تنظيم داعش ولا إعادة للإعمار أو تعويض يذكر نازحون افترشوا العراء والتحفوا السماء منذ سنوات لينتهي بهم المطاف مجبرين على العودة إلى مناطقهم المفتقرة لأساسيات العيش هذا هو حال نازحي المحافظات المنكوبة اليوم في العراق مؤخرا شرعت حكومة الكاظم الحالية في إغلاق مخيمات النازحين مستندة بذلك لمزاعم مفادها بأن عودة النازحين إلى مدنهم ستسهل عملية إعادة إعمارها متجاهلة بذلك الجوانب الإنسانية والاقتصادية والقانونية إغلاق مخيم السلامية الشهر الماضي وقبله مخيمي حمام العليل والجدعى واحد في محافظة نينوى أدى إلى نصب العائلات المطرودة مخيمات تنتشر على جانبي مدينة الموصل الحال نفسه بالنسبة للنازحين في مخيمات محافظتي التأميم وصلاح الدين أما في محافظة الأنبار فقد أدى إغلاق مخيم الحبانية أواخر العام الماضي إلى ارتفاع عدد العائلات النازحة في مخيم عامرية الفلوجة إلى نحو ثلاثة آلاف عائلة الأمر الذي فاقم أزماتهم الإنسانية وبدل أن توفر السلطات المعنية بملف النازحين أساسيات العيش أو حتى وسائل للتدفئة وسط شتاء هو الأقسى عليهم أقرت نفس السلطات وبالتعاون مع الأمم المتحدة ما يعرف بكتاب التبرئة كخطوة بدأت في نينوى لمنح الفئة الاجتماعية المتهمة بالصلة بتنظيم داعش تصريحا أمنيا يخولها العودة إلى المناطق التي هجرت منها فرض إجراء التبرئة مثل إدانة لكثير من العائلات النازحة ودفعها إلى الإقرار عنوة بأن أفرادها مارسوا أعمالا إرهابية وإن كان الفرد منهم غير منتم لداعش أو لم تكن الأدلة على ذلك مكتملة أصلا خمسمائة ألف عائلة محرومة من إصدار وثائق مدنية وخمسة وأربعون ألف طفل عراقي في مخيمات النجوح ليس لديهم شهادات ميلاد بحسب تقرير لمجموعة الأزمات الدولية ما يفاقم معاناتهم أكثر فأكثر كما أن قسما كبيرا من النازحين خارج المخيمات ما زالوا يعانون من سيطرة الميليشيات على أراضيهم بهدف إحداث تغيير ديمغرافي من جهة وتحقيق منافع اقتصادية على حساب السكان شكرا